طيب أنتقل إلى واشنطن ضيفي من هناك سيد توماس يعني ربما اتفق ضيفي على أن هذه القمة ربما لا يعنيها كثيرا تكوين تنائي في مواجهة قرارات ترامب التعصفية ضد الاتحاد الأوروبي وضد برلين ضد الاتحاد الأوروبي وضد روسيا طيب بالنسبة لواشنطن كيف تترقب هذا اللقاء كيف تنظر إليه أولا نجب أن أقول أن واشنطن بالتأكيد تتابع باهتمام هذا اللقاء على أساس أن الطرفين لهم وزنهما سواء في أوروبا على امتداد الأوروبي سواء كان شرقا أو غربا وفي نفس الوقت هناك البعد أنهم دول قوية قادرة على اللعب بأدوار مهمة ومميزة فيما يخص ولهم نفوذ فيما يخص القضايا الشائكة القضايا الشائكة طبعا بالنسبة للولايات المتحدة تجاه أوروبا وتجاه روسيا وتجاه ألمانيا ومعها اتحاد روسيا تخص بالتأكيد أوكرانيا تخص بالتأكيد الملف النووي الإيراني وتخص طبعا بالسورية على أساس أن سوريا من الملاحظ أن في الفترة القادمة ستكون موضع تفاهمات واتفاقات وتصادمات ومواجهات عديدة من أدوار إكليمية وعالمية فيما يخص الحل السياسي أو ما يسمى بالحل السياسي بالنسبة للسورية كما أن ولايات المتحدة مهتمة بالتأكيد على هذا التقارب الألماني الروسي تحديدا فيما يخص مجال الطاقة وخصوصا نورد سريم 2 خط الأنبوب النفط الغاز الممتد عبر بحر البلطيك وخصوصا أن تم الإشارة إليه وتحاول منذ فترة إثناء لماذا تحاول الولايات المتحدة في التقارب تخريب هذا المشروع بأي ثمن؟ لا أقول تخريب أو أكثر تعطيل وعدم التعامل تعطيل لها لأن هناك طبعا بالتأكيد هناك جزء الخاص بالأوكرانيا الذي كان يمر خط الأنبوب عبر أوكرانيا فأوكرانيا كانت لها نصبها من التفاعل وكذا وطبعا بالتأكيد وجهة نظر الأسمية الأمريكية قبل حتى الرئيس ترامب كان يخص أن لا تريد أن من خلال هذا الخط الأنبوب الغازي يتتوصل موسكو وتكون لها نفوذ ضغط أو نفوذ وأدوات ضغط في أوروبا الغربية وتحديدا ألمانيا فألمانيا من 30% إلى 40% من احتياجاتها النفط الغازية تأخذها من موسكو من خلال الغاز ولكن هذا المشروع تحديدا مهما قيل وقد تم مناقشة احتمال فرض عقوبات جديدة فيما يخص هذه الشركات المنخرطة في هذه العملية الأنبوب تحديدا في أيام الأخيرة والإشارة إليها أكثر من مرة في الساعات الأخيرة خلصا مع الحديث عن التعاون الألماني والروسي ولكن يجب أن أقول أن هناك واقعا جديدا يتشكل فيما يسمى أوروبا وشرق أوروبا وتحديدا فيما يتعلق بالنفوذ الدول فيما يخصها من نفوذ فيما يتعلق بإيران فالولايات المتحدة كما تحديدا الرئيس ترامب كما هو معروف أنه يواجه أعدائه يواجه حلفائه أيضا وله مفاجآته ليس فقط مع الحلفاء ولكن له أعدا مفاجآت مع الأعداء فبالتالي فموقف تراكب وحظر ومتابعة لما يحدث أو ما كانت تفسر عنه هذه القمة ما بين بوتين وميركل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر